حسيسي بتعزيز جهود الضبط الأسواق لتوفير السلع بجودة عالية للمواطنين كما وجه باستمرار جهود تطوير منطقة قناة السويس كذلك خلال اجتماع اليوم اتضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والبترول والثروة المعدنية والعدل والتموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية ورؤساء المخابرات العامة وهيئة قناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظ البنك المركزي عقد السيد الرئيس عبد الفتح السيسي اجتماعا ضم السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزي بالاضافة الى السادة وزراء الدفاع والخارجية والبترول والثروة المعدنية والعدل والتموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية والسادة رؤساء المخابرات العامة وهيئة قناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية بالاضافة الى السيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح ان الاجتماعات ولا جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية واستعراض الموقف فيما يخص عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية وكذلك متابعة لآخر تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهود جذب الاستثمارات إليها المتحدث الرسمي ذكر أن الاجتماعات طرق أيضا إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضع السياسة النقضية والخطوات الجاري تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي